تعتقد السيد مقتدى السيد المقاومة على عناد الجميع أقول لكم الصراحة في مدة زمنية تقول عن شهر استخدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لقب سيد المقاومة أكثر من مرة لوصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل أن يرد على سؤال صحفي بشأن ذلك قائلا نعم سيد المقاومة ثم أضاف باللهجة العراقية وعلى عناد الجميع مقتدى الصدر سيد المقاومة وشدد الكاظمي على أن الصدر أوصاه بالعراق فقط نافيا انتماء وزراء في حكومته للتيار الصدري وذلك على الرغم من تصريحات سابقة لقيادات في التيار نفسه أكدوا فيها أن للصدريين أربعة وزراء في الحكومة الحالية بينهم وزير الصحة حسن التميمي الذي استقال قبل أيام لثبوت تقصيره في فاجعة مستشفى ابن الخطيب وقبل ذلك سكت الكاظمي عن استعراض مسلح ضخم نظمه مسلح سرايا السلام التابعة للصدر في العاصمة بغداد وفي مدن عدة جنوبي البلاد مطلع شباط ماضي وسبق كل ذلك رفض الحكومة العراقية إدانة هجمات لمسلحين يتبعون للصدر استهدفت ناشطين ومتظاهرين عراقيين في بغداد والناصرية ويفسر مراقبون ثناء الكاظمي المتكرر على زعيم التيار الصدري بمحاولة الأول كسب حليف سياسي داعم له للفوز بولاية ثانية على رأس الحكومة العراقية أو عودة الكاظمي إلى منصبه السابق قبل توليه رئاسة الحكومة أي رئاسة جهاز الاستخبارات الوطني في المقابل ينفي التيار الصدري تقديمه أي وعودا للكاظمي بشأن ذلك ويبدو أن الكاظمي يحاول الحصول على جدار يستند إليه خاصة مع وجود اتصالات مباشرة بين الكاظمي ومقتدى الصدر وأن الأخير قدم دعما لحكومة الكاظمي الكاظمي يحاول ضمان الحصول على دعم الصدريين في مسألة الولاية الثانية أو عودته لرئاسة جهاز الاستخبارات العراقي مصادر قالت ليوانين يوز أن التيار الصدري يعمل على استغلال الكاظمي في الترويج الانتخابي له من خلال تصريحات الكاظمي ترجمة نانسي قنقر